اشتركوا في القناة وزارة وصفراءنا وصفراءنا في الخارج لكن ده ما كلمة او نقرأ كلمة الدبلوماسية الشعبية ودورها في تسويق الدولة طب ما هي الدبلوماسية الشعبية وما معنى تسويق الدولة ده اللي هنعرفه من خلال لقاءنا مع ضفطنا المشرفانة واستاذة الدكتورة اماني البرت وكيل كلية الاعلام جامعة بني سويف واللي ليها دراسة عن العلامة الوطنية ودي مصطلح ايه ثالث اهلا دكتورة اماني وشرفانة من ورانا دايما طلتك الجميلة ومعلوماتك الرائعة انا ببقى مبسوطة جدا كل مرة بكون معك وبرحب السادة المشاهدين وبشكر قبل اي شيء فريق العمل على مجهودتكم الجميلة اهلا وسهلا انا طبعا يعني ايه الوحن بيقر كتير وعنده معلومات عامة كتير ولكن وحتى لو كنت انا بقول انا اول مرة اسمع الدبلوماسية الشعبية اكيد مقصود بها حاجة حدثت على ارض واقع فتم اطلاق هذا اللقب اه هذا المصطلح على الدبلوماسية الشعبية او يكن تم ونسب اليه هذا المصطلح يعني نقولي مقمول من الشعب ان يكون له دور دبلوماسي صحيح اتفضلتك طبعا اولا انا بحكي على المدخل اللي حضريك دخلتيه لان كلمتي الاول عن الدبلوماسية الرسمية وبعدين الحقيقة بداية الدبلوماسية الشعبية اللي هي public diplomacy او الدبلوماسية العامة هي ببساطة شديدة الوجهة الشعبي للدبلوماسية الرسمية احنا عندنا الدبلوماسية الرسمية بتاخد مصار التعامل ان الدول بتتعامل مع بعضها علشان تعمل علاقات طيبة علاقات دولية طيبة وتتجنب الصراع وتتجنب النزاعات وده بيتم عن طريق السفرات ووزارات الخارجية اللي هي بتنفذ السياسة بتاعة الدولة طيب هل الامر يتوقف عند هذا الحد احيانا بقى الدبلوماسية الرسمية ممكن توصل لطريق مسدود صحيح وممكن الدول ما تتفهمش مع بعضهم طبيب هل كده هنضطر ان احنا نستخدم بالقوة الصلبة اللي هي استخدام الاسلحة والحروب بقى وندخل في صراعات ونزاعات الحقيقة ظهر مصطلح بقى برضو النهاردة مصطلحات كتيرة اسمه القوة النعمة زي ما فيه قوة صلبة فيه قوة نعمة قوة النعمة دي مش هتستخدم لأسلحة ولا هتستخدم لكنها هتستخدم الرأي والأدوات اللي نسميها زي الثقافة التعليم الرياضة الإعلام كل دي قوة نعمة تستطيع انها برضو تساهم في عمل علاقات طيبة مع الدول ومن هنا ظهر كمان مصطلح مظلل كده اسمه قوة زكية لبتشمل القوة الصلبة والقوة النعمة أنا كدولة عندي هذين النوعين من القوة عندي قوة صلبة في أي وقت أعرف أخذ حقي بالقوة وفي نفس الوقت عندي قوة ناعمة بالإضافة إلى الدبلوماسية اللي أنا بتتباحها الرسمية ظهر بقى هذا المصطلح وحضرتك ليكي حق لما تقول المصطلح مش عرفيه لأن المصطلح حديث حتى أن التنظيم عنه يعني ده كان في حاجة وتسعين ظهر فيعتبر آه وقته يعني زمنه ماكملش يعني سنوات يعني من ستة وتسعين مثلا ألف وتسعين وتسعين فماكملش فترة طويلة نقدر نضمه للمستطلح وطبعا ليه جزور من ألف وتنوميات بس ما كانش شائع أو مستخدم بهذا الوضع الحديث ببساطة الدبلوماسية الشعبية هي الوجهة الشعبي للدبلوماسية الرسمية أو بيسموها دبلوماسية المصار الثاني يعني دبلوماسية المصار الثاني لأن المصار الأول بتاع الدبلوماسية الرسمية المعروف طيب الدبلوماسية الشعبية بتستخدم أدوات الدولة من قوة ناعمة بس بقى هي آه ممكن تبقى ترسمها أو تحت مظلة الحكومات وتحت سياسة الدول جميل لكن مين اللي يقوم بيها اللي يقوم بيها شعب الدولة اللي يقوم بيها المشاهير الفرق الرياضية الثقافة التعليم الوفود التعليم الطلبة اللي بيجوا وافدين بيدرسوا في بلدك وبيطلعوا بلدهم تاني يرجعوا يتكلموا عن هذه الدولة هذه هي الدبلوماسية الشعبية بشكل بسيط جدا طيب وانتوا عايزين تستخدموها ليه عايزين نستخدمها عشان نحشد الرأي العام بتاع دولة معينة يبقى لصالحنا واحيانا لما يبقى الرأي العام بتاعنا قوي جدا ونحشد ونعمل صداقات مع شعوب مع شعب دولة معينة هم نفسهم يمثلوا قوة ضغطة على الحكومات بتاعتهم فيروحوا وقصروا عليها فتبقى مضطرة ان هي يبقى تتعامل مع الدولة بتاعتي بشكل طيب وكويس حلو حريك بتقولي ان الدبلوماسية الشعبية منتصفت سينات ويمكن كان فيه إرهاصات بقى إرهاصات قديمة يعني طلعت امتى يعني منين يعني من صاحبها مين أول من طلعها أول رجع يعني أول من طلعها في 1800 والأول في التسعينيات ويبدو أن دلوقتي بقى ليها أهمية في وإحنا في سنة 22 هي بداية الدبلوماسية بدأت من 1800 وحاجة ولكن كان المصطلح بيستخدم على يعني نطاق مش بن معنى اللي أنا شرحته دلوقتي فظهر مثلا أداء أصدقك مثلا يعني عايزين يخلصوا من مصطلح المعلومات والدعاية عايزين يغيروا المصطلحين دول لأن الدعاية لما لها أحيانا من سمعة سلبية فاستخدموا فاستخدموا هذا المصطلح لأن فيه طبعا دعاية سوداء ودعاية رمضية ودعاية بيضاء لأنهم عفوا عن مقاطعة خلينا قدام أشرت حضرتك فترة أحداث سبتمبر لونك من في وقت الأزمة وهي على شده هناك من تحدث بحقنا من ممكن أن تكون الولايات المتحدة تجد مشاعر طيبة في بعض دول العالم فحابوا يشوفوا بديل فلاجأوا لفكرة الدبلوماسية الشعبية حضرتك شايتك شايف كده وإنه في وزارات الخارجية وزارة الخارجية الأمريكية وفي البيت الأبيض ابتدوا يعملوا تأصيل وتأصيل لهذا المصطلح وبدأ يتم مناقشته بشكل كويس إحنا عايزين نعمل دول صديقة لأمريكا ونبقى أصدقاء أمريكا تبقى صديقة مع دول أخرى حتى أنه بمناسبة تعقيمة برضو على كلام حضرتك لما حصلت أحداث سبتمبر هنا يظهر دور العلاقات العامة لأن يعني برضو نقدر نقول الدبلوماسية الشعبية هي مزيج من العلاقات العامة وتنفيذ سياسات وزارات الخارجية بتاعة الدول في دور وكالات العلاقات العامة وهي طبعا يعني قوة اقتصادية رهيبة جدا دور وكالات العلاقات العامة الدولية العلاقات العامة الدولية يعني إيه عشان أنا بتعلم مع حضرتك دلوقتي عندما أقول لا والله أبدا ليه دي ولا دا مقالة لأعلم فأنا أنت جميل لا والله أنا بحب جدا أعرفه دايما أنا أقولي يعني أنا رحلتي مش بس رحلة خبرة تراكمية في العامة العالمية ولكنها محصلة تستماع للجوفي اللي شرفوني في مجالات وحطر ومعلوماتي الحمد لله رب العالمين ما خدش معلومة وخرجت فأنا هنا بسمع كلمة وكالات العلاقات العامة يعني أسمع كلمة وكالات وحطش جنبها أي حاجة لكن وكالات العلاقات الدولية العامة الدولية اللي هي متمثلة في مين الوكالات دي عبارة عن مؤسسات أو منشآت على مستوى دولي بيبقى لها دور على مستوى الدول الدول بتعمل إيه بتتعاقد معها وبيدفعوا مثلا على فكرة كان عام عاية تقليل 2014 يعني قديم شوية بس في 2014 بيقول أن 14 دولة عربية تعقدت مع وكالات العلاقات العامة من أجل تحسين سورطة وكالات العلاقات العامة الدولية وإذا كانت هي مؤسسة مؤسسيها خاصة مؤسسات خاصة ولكن لها دور يعني مثلا وكالات العلاقات العامة في أمريكا لها دور أنها مثلا تساعد على تمرير مشروعات قرارات معينة من أجل صالح دولة معينة وده حصل في كثير من الدول يعني دولها مفعلها رغم أنها خاصة ما هي بيبقى فيها أعضاء بقى بيبقى ليهم نفوذ في مواقعهم وغد بالك فبيحصل يتعقدوا مع هذه الوكالات والدول بتدفع مثلا ملايين معينة ملايين الدولارات مقابل أن أنت تحسن السورة بتاعتي وده حصل على فكرة السعودية بعد أحداث 11 سبتمبر طلبت من إحدى الوكالات أنها تبرز أن السعودية دولة محبة للسلام ومش رعية للإرهاب ونجحت هذه الوكالات في أمريكا في ذلك الوقت وكان وزير الخارجية السعودية في ذلك الوقت حديدا في كل الإزاعات الأجنبية يخرج ويتحدث عن تخضب الديني وشوف احنا بعد كام سنة نجد الدنيا عملت تتغير حوالينا سبحان الله بس فمن هنا بقى جاء الاهتمام بفكرة الدبلوماسية الشعبية طبعا إحنا الوقت عندك في ممارسات كتير زي ما حضيك قلت في الأول الدبلوماسية الرسمية آه يطلع وزير الخارجية فيه سفرة فيه حصنات فيه مرحقيات جميل طب بالنسبة للدبلوماسية للشعبية الدبلوماسية الشعبية لها ممارسات مختلفة بأداء الموضوع احنا طبعا في العالم الافتراضي اصبحنا نعيش في العالم الافتراضي اكتر مما نعيش في العالم الواقع فاستغلت هذه الميزة من مزايا وسائل التواصل الاجتماعي انه انا سفير للدولة بتاعتك حضرتك سفيرة للدولة بتاعتك وسموها الدبلوماسية الافتراضية اذا كانت السفارات بتاعة الدول ووزارات الخارجية عملت حسابات ليها على تويتر وانستجرام والرؤساء نفسهم حتى انهم سموها دبلوماسية تويتر طيب فما بالك بالدبلوماسية الشعبية الدبلوماسية الشعبية بدأت الشعوب تمارسها ويعني تبرز الوجهة الحضاري للدولة بتاعتها ويمكن الاعلام في الدول المختلفة بدأ يرتدي عباقة الدبلوماسية ويوري انا عندي مطحف الحضارة انا عندي موكب المميوات عندي مبادرة اسمها اتكلم عربي الحاجات دي كلها المرتبط عندي فنانين عالميين لما جينا نتصدر للأوبرا بالزبط والأوبرا والمصرو كلهم على مستوى عالمي على مستوى طبعا هذا بيبرزه الاعلام على فكرة وسائل الاعلام العالمية بتتناوله بتغطيه طبعا لما بنقعد بدل ما مهم ان هي هنستفيد من وسائل التواصل الاجتماعي بدل ما انا قعد اعمل شير لحاجات كده بدون فايدة لا ده كويس ناجل بلد لانه ممكن حضرتك يبع عندك ناس مش مصريين وانا فيسبوك ناس بالزبط فده نوع من انواع الدعاية للدولة ليه احنا نعتبر هنسمي نفسنا وسطاء السمعة وده مصطلح نحن وسطاء السمعة بتاعت الدولة بتاعتنا وزي ما بنقول برضو الدراما الاعلام احنا متحدثين باسم الدولة او كأننا يعني سفراء النواية الحسنة ايه اللي احنا بنبرزه ولذلك انا حتى كنت اثرت قضية يعني برا الموضوع كده سنة فيما هتعلق بالدراما ما الذي تبرزه الدراما المصرية العربية قص ده انهكاس للدولة واحد مثلا ما يعرفش اي حاجة عن مصر بتفرج على الدراما يقول ايه ده ده انت بتعمله كده عندك في مصر فمن المهم برضو ايه اللي انا اقدمه مش اي حاجة وبس يعني انا عايزة اقول مصر بلدي اجمل بلد اروح اجيب حاجة بقى يعني عفونا على مقاربة بالتورة في الكرتين احنا ايه فاكرة تفتكري معانا انا منستهاش محيط لما كلها اوقف على المصر راح يتكلم قال ده بولدن ده بيوتوفل الجريء والجميلة لا يمثل دي مش رحية انه طبعا شايفين كانت فيها حاجات غريبة فقالك لا يعني كان بيدافع في اللحظة دي قالك ده عمل فاني بيدافع عن بلد يعني بشوف مثلا الدراما الهندية الكورية الكورية رائعة بتقوليني رائع لي لانه هو دايما عمال يزرع شفت بقى عمال يزرع قيم 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 اصلي انا فيك انا شفتاش راحت كوريا جنوبية فشفتها كتب بسلياني وطبعا عمليم ترجمة بالانجليزية فالكتاب رائع يعني ممكن تسألي اي حد من الشباب الصغر هتلاقي الدراما الكورية مكتسحة الكورية التركية انا شفتها جوة كوريا بقى وانك يعني فالديبلوماسية الثقافية لها حفكرك بقى بقى حداث بما اننا في زمن كورونا اول ما ظهر كورونا كانت كثير من الدول وخاصة على رأسهم امريكا وبعدين انجلترا وفرنسا وبقية الدول الاوروبية كانوا بيهاجموا سين بشدة وبضراوة قولوا انه السين هي السبب اللي طالع منها خفاش الفيروس ورحت لما قالوا خفاش قالوا لا ده دوت الوقت السوبات الخفافيش بس زي ده مخلق وكان قصة طويلة وهجوم جامل جدا عصي ابتدوا يدفعوا بضراوة عن الدولة بتاعتهم ابتدوا يقولوا لا احنا بنعمل يبرزوا الاوجه الايجابية عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي فيه برضو احد الممارسات بتاعت الدبلوماسية الشعبية ويمكن تندهشي ما يسمونه بالدبلوماسية المعدة الاكل فيه دول تهتم جدا ويمكن هيلاري كلينتون قبل ما تمشي من وزارة الخارجية عملت بروتوكول اسمه الشفات وده قسم ضمته لوزارة الخارجية ورتوكول انه الشفات بتوع المطبخ الامريكي يذهبوا الى العالم اجمع علشان يقولوا ادي ثقافتنا ايه في القطعم طيب والعكس بالعكس استقبلوا ناس من مطابق مختلفة ويقولوا ادي ثقافتنا في القطعم وده يخلي دولة زي بيرو مثلا كانت دولة دي يقولوا ده كان فيه نزاعات مسلحة فيها ومناطق خطر الان اصبحت بسبب البرامج اللي اطلقتها فيما تعلق بيقولوا ان هي الاولى في السياحة الغذائية في العالم بسبب البرامج اللي اطلقتها ماليزيا كوريا الجنوبية الدول دي من بدري بدأت تعمل برامج خاصة بيها بتنشر الثقافة او المطبخ بتاعها لدرجة انه ماليزيا الحكومة كانت بتعمل اي كانت تدي منح للاشخاص اللي بيعيشوا بره الدولة بتاعتهم عشان يعملوا مطاعم ومطابق ماليزية ففي اي دولة الناس بقى تقبل على هذا الطعام وفي بعض الدراسات قالت يعني انه لما الناس الغرباء بيأكلوا من هذا المطبخ ويعجبهم يبقى عندهم ربطوها كده بالنية للزيارة نية الزيارة لهذه فده نوع من انواع التسويق في مسلسل كوري منسهوش كان بيتزاغ ومدابلج كان قايم على عائلة امبراطورية والمطبخ الكوري والاكل كلهم هيقدموا ايه ويخترعوا ايه كان نسبة كبيرة قايمة منه على المنافسة على الطعام هو ده نوع من انواع التسويق لانه احنا عندنا نتكلم عن العلامة الوطنية يعني انا عندي حاجات ملموسة وحاجات غير ملموسة يعني مثلا اقولك ده مصر انا عندي شواطق دم الموس عندي اثار دم الموس لكن في حاجات غير ملموسة مرتبطة بالتاريخ مرتبطة بالفلكلور مرتبطة بالثقافة احنا عندنا فرقة مفيش اختار في العالم وما زالت حتى دي اللحظة في البيت الفن وفروق الشعبية فرقة ردة بتقوم بيعرضها بدور كبير ثقافي والناس بتفتكر ان بالزهاب اصحابها مش عارفيتني ان العالم برا بذكر بقى قدينا روحنا للقوة نعم اما حد بيذهب من العمالقة في المجال الفني كأن الحاجات دي ما نسمحاش تاني حضرتك اكيد بتتابعي برا اندريا ريو ومشابه اه طبعا بيعودوا يغنوا اغاني متغنية من سنة 1800 وحاجة ويمكن هما لو عدتيهم مش حاملوا لعشرين عمل والناس روح تسمعها والمطر بتشوفيه شعره اسود وازالسه بيغنيها هي هيها بعد شعره مبيض اه اه واجيال واجيال ازاي بتبقى شهادة ميلاده انه قدر يؤدي هذه الاعمال التاريخية احنا لو رحنا كلفنا خاطرنا باسعار والله معقولة طبعا من صالح الدولة حنعرف احنا عندنا امكانات شكلها ايه الحقيقة يعني سدقيني ان مات اصحاب الاعمال فالاعمال عيشة خالدة وتتكلم عنهم وطبعا انا يعني عندنا طبعا في مصر يعني فيما تعلق بالحفلات اللي بتتعامل اهي متاحة للجميع وبأسعار مناسبة للجميع وبيبقى فيه مواسم ثقافية كل ده يعني واعتقد بزر الثقافة بتسوق في وقت اللزوم بتتضافر مع بعض الوزرات في تقديم حفلات بأسعار فيما تناول اه يعني في هذا التعاون يعني انا قدامي ثلاث دقايق شوف الحور يعني من كتر مدافي وهام نقول بقى احنا قلنا المشاهير الثقافة الفنون التعليم وتم التطرق الى وسائل التواصل الاجتماعي وموقعها لان احنا وحنا بنتكلم بنهرج فالناس بكنت فكرنا مهرجين مع ان احنا ممكن نستغل ده ونشارك في الدبلوماسية الشعبية تفضل اه بصي الدبلوماسية الشعبية احنا علينا دور كبير جدا في ان احنا نقوم بالتسويق للدولة او ما نسميه بالعلامة الوطنية الانطباع العام عند الاخرين عن مصر لما اجا اقولك سويس راح هتقولي لي الساعات اليابان التكنولوجيا القهوة الكل والقطن المصر ده انطباع اجمالي هذا الانطباع من ما يتم تصنيع الاقتصاد الاستثمار الهجرة الناس طبيعي التعامل الناس مع الاجانب الاقتصاد برامج الاصلاح الاقتصادية كل ده هذا المزيج او هذا الكوكتيل يكون علامة وطنية لها تأثير لها حضور على الصعيد العالمي تبرز الدولة وهي لها ميزات تنفسية كثيرة انا عندي ما يميزني عن الدول الاخرى في المجال السياحي في الصناعة او ما نسميه ببلد المنشأ مش بتشوفي صنعة بفخرا اه طبعا الصنعة في مصر على فكرة بالاقطان بيتباع باغلى بارقام وهمية في انجتر برا في اي دولة اجنبية وصنعة في مصر واحنا هنا ما بنروحش نجيبه بالسعر يعني اه يعني دي برضو نقطة افتكرت دلوقتي لو عايزة تختم يعني فيه كام يوم انه في مرسى علام كانوا عاملين حاجة اسمها مهرجان الفراولة عديد لومسية الماعدة مهرجان الفراولة هستخدموا 11 طن من الفراولة واحتفلوا مع السائحين الأجانب وعملوا كل الأصناف اللي ممكن تعمل بالفراولة فالتسويق لإمكانيات الموجودة في الدولة سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة بداية من اسم الدولة وحتى النصر اللوجو اللي موجود والألوان بتاعة العلم إمتدادا إلى السياحة والثقافة والتعليم ودورنا المهم وإذا كان كاتبنا الكبير نجيم حفوظ حاصل على جائزة نوبل للإغراق في المحلية هو قدم صحيح قدم كل ما هو محلي بالطريقة المتميزة جدا فقدم مصر فيه أكتر من مكان ولكن كان إغراق في المحلية أستاذة دكتورة أماني ألبرت وكيل كليت الأعلام جامعة بن سويف بشكر حضرتك جدا على الدراسة نتمنى أن يكون نلحظه من المشاهدة من السادة المشاهدين ومن حتى القائمين على الفنون والمشاهير وأن تقوم هذه الفئات بأخذ المبادرات والإصراع في تنفيذ هذه المبادرات والإيه تتضافر جهود جهود الدبلوماسية الشعبية لتسويق الدولة المصرية بالشكل الذي يليق بها تستحقها بشكر حضرتك شكرا جزيزي وبشكر حضرتكم عزيزي المشاهدين غدا إن شاء الله تلتقون مع أسرة جديدة من هنا مسبيرو شكرا لكم وإلى لقاء شكرا لكم 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 شكرا لكم